موسيقى عجبتني فكرة المعرض أصلا لفت نظر جدا اسم المنامنامات أنه بداية ظهور فن المنامنامات أصلا أنه هدف لإسراء الثقافة والمخطوطات أنه بتعمل رسم صغير مليان بالتفاصيل اللونية والزخارف أنا حاولت أقدم منامنامات بس بأسلوب التصوير الفوتوغرافي يعني لو الكاميرا استعرضت معنا شوية ممكن نلاقي هنا دي سمكة أنا عملت مخاطرة شوية أنا نزلت في المية برجلية وصورتها من فوق المية يعني أقل خطأ ممكن نزحل والكاميرا توفى إلى رحمة الله فالحمد لله عدت على خير فيه تفاصيل قاع البحر نفسه وتفاصيل إنعكاس السمكة وإنعكاس الضوء على المية فيه جزء ملون ألوان برتقالية وصفراء ومألمة ده بالنسبة للعمل الأول اللي أنا مشارك به قدام عمل بصراحة فيه كمية إتقن جميلة جداً بتعتمد على محاكات الواقع بشكل مصغر باستخدام خامات البيئة المتاحة الخشب والورق وكل الخامات المتاحة بتشكلها بحيث أن تطلع صورة من الواقع بشكل مصغر فديه إحنا قدام عمل جميل جداً ومتقن بشكل كبير جداً أنا مشارك بثلاث لوحات بيكونوا عمل واحد أحجامهم صغيرة طبقاً الروز بتاعة المنممات الأعمال نعمل فيها دمج بين الإنسان وحيوانات معينة معروفة بطباع معينة للبشر والفكرة وراء الموضوع إن إحنا كلنا بنجرد أكتر من هويتنا وبنبتدي نجرد نفسنا لتصرفات بس وبنبتدي نجنب معرفتنا ببعض وبنبص على التصرفات بنلاقي إن إحنا بنقرب كثير قوي من الطبيعة ومن الحيوانات ترجمة نانسي قنقر